التقى وزير الخارجية محمد الحضرمي نائب السفير البريطاني لدى اليمن سيمون سمرت لبحث تطورات الأوضاع في اليمن واجهود الحكومة لتنفيذ اتفاق الرياض والتعراض آخر للمستقدات في عملية السلامة التي تقودها الأمم المتحدة وشار الوزير الحضرمي إلى أهمية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السويد لا سيما ما يتصلوا باتفاق الحديدة قبل الانتقال إلى أي مشاورات قادمة وأكد أن تصعيد الميليشيا الحوثية المدان في الدريهم والمخى واستهداف الفريق الحكومي يقوض جهود المبعوث الأمم الحثيثة ويحبط مساع السلام كما شدد الوزير على أن مسار الأمم المتحدة هو المسار الوحيد والعمل للتحقيق السلام في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاثة المتفق عليها لافتن إلى أن تنفيذ اتفاق الرياض سيشكل دفعة قوية لحوى توحيد الجهود لحزيمة المشروع الحوثي الإيراني في اليمن وأوضح الحضرمي بأن الحوثيين يتجرون بمعاناة اليمنيين وأكد بأن أكبر دليل على ذلك هو استمرار الحوثيين رفض فتح مطار صنعال الرحلات الداخلية للتخفيف من معاناة المواطنين على الرغم من تقدم الحكومة أو من تقديم الحكومة لمبادرات فتحه سابقا وأشار لأن استمرار هذه الميليشيا في عرقلة جهود الأمم المتحدة الإنسانية وتلك المتصلة بإصلاح خزان صافر هي الأخرى تدل على عدم اكتراثها بمعاناة الشعب اليمني وشدد وزير الخارقية على ضرورة الضغط على الحوثيين من أجل إنهاء العراقيل أمام الجهود الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن والسماح للفريق الفني للأمم المتحدة للوصول إلى خزان صافر للقيام بالإصلاحات اللازمة تفاديا لحدوث كارثة بيئية وفي اللقاء أكد نائب السفير البريطاني دعم بلاده للحكومة اليمنية أن اليمن تمثل أحد الأولويات الهامة بالنسبة للسياسة الخارقية والبريطانية وضف بأن بلاده ستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية لليمن ودعم جهود المبعوث الأممي مارتين جريفت للوصول إلى سلام شامل ودائم في اليمن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة